الرئيس السيسي يوجه ببلورة حزمة تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل بلوسي تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان والصين تؤكد أنها ستدافع عن سيادتها روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا وزيلانسكي يؤكد أن الطريق إلى المفاوضات سيكون طويلا ودمويا السابعة صباحان الخامسة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة حزمة تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم لسيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعدين منظومة تكليف الأطباء بالكامل جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية المزيد في هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي حيث وجه السيد الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها لارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به لسيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن معدل تلقي التطعيمات والمتوفر حاليا من جرعات إضافية من اللقاحات كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحت مظلة مئة مليون صحة وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحارجة والتي تم من خلالها إجراء حوالي مليون ومئتي ألف جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 11 مليار و600 مليون جنيه من خلال 477 مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار 600 مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين كما وجه السيد الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروسي من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر خاصة في مكونات المنظومة التعليمية بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية خاصة وأن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم كما تابع السيد الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500 حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه وتم أيضا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة فضلا عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها حيث وجه السيد الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض أيضا جهود تطوير منظومة البحث العلمية ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد البحثين العلميين المؤهلين وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي مع انتقائهم بشكل مهني على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية التكنولوجيا المستقبلية 2050 والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظرا لأهميتها خاصة ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها نظرا لأهميتها فضلا عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين وعرض السيد وزير التعليم العالي أيضا مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة خاصة الأكاديمية الوطنية للرياضيات ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من هذه المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها في ظل ما يشهد العالم من أزمة حالية وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على قدم وصاق لتنظيم قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ على مستوى عالمي خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيرا هذا وقد تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا حيث تمت الإشارة إلى موقف الحالة الوبائية في مصر والتي شهدت انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأصبوع الجاري وهذا مقارنة بالأصبوع السابق بنسبة تصل إلى 55% فضلا عن انخفاض الوفيات بنسبة 20% وفيما يتعلق بجدر القرود فقد تمت الإشارة إلى أنه لم يتم ثبوت أي حالات إيجابية للمرض بمصر حتى الآن شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مبولي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وصندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم شهداء وضحايا ومفقود ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأيضا الأمنية وأسرهم وتوفير الدعم لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وبخاصة توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها كما شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنية تكنولوجية أو تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التعاون بين مختلف الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وإيمانا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية مستدامة وحرص الدولة على تطبيق التحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان وذلك بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة بيكين وقالت بيلوسي عقب لقائها رئيس الوزراء الياباني في توكيو إن زيارتها إلى تايوان لا تهدف إلى تغيير الوضع القائم هناك نبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميوك كيشيدا بإطلاق الصين صواريخ باليستية خلال منورات عسكرية حول تايوان تعتقد توكيو أن خمسة منها سقطت في منطقتها الاقتصادية الخالصة وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافة بعد لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إن إطلاق الصواريخ يمثل مشكلة خطرة تؤثر في الأمن القومي لبلاده وسلامة مواطنها أعلن البيت الأبيض تعجيل الولايات المتحدة إجراء اختبارات صاروخية عابرة للقرات لتجنب التصعيد مع الصين واعتبر جون كيربي منصق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن إطلاق بكين صواريخ باليستية حول تايوان يعد تجاوزا لرد الفعل على زيارة بيلوسي لتايوان مؤكدا أن الصين اختارت المبالغة في الرد أعربت وزارة الدفاع الوطني الصينية عن بالغ استيائها ومعارضتها القوية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مشددة على أن القوات المسلحة الصينية ستنفذ ما تقول وقال المتحدث باسم الدفاع الصينية أن القوات المسلحة ستدافع بحزم عن السيادة الوطنية للبلاد ووحدة وسلامة أراضيها ولن تترك أي مجال لأي شكل من أشكال أنشطة ما يسمى استقلال تايوان والتدخل الخارجية وقالت تايوان أن الجيش أصدر تحذيرات ويقوم بنشر آليات وطائرات وأنظمة صواريخ على الأرض لمراقبة الوضع بالتزامن مع مناورات صينية حول الجزيرة وأضف تايوان أن جيشها يراقب عن كثب التحركات الصينية وجاهز للقتال لكنه لا يسعى إلى الحرب وأشرت إلى أن طائرات وسفن حربية صينية عبرت المنطقة الوسطى لمضيق تايوان اشتركوا في القناة قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي أن الكريملين رفض كل محاولته للتحدث إلى الرئيس روسي فلوديمير بوتين خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكد زلينسكي أن الحروب تنتهي بالتفاوض لكن الطريق إلى المفاوضات سيكون طويلا ودمويا مضيفا أن موسكو لا تعرض على كياف الحوار بل استسلام قالت السلطات في أوكرانيا أنها اضطرت للتنازل عن بعض الأراضي في شرق البلاد خلال هجوم روسي وأضف الجنرال في الجيش الأوكراني أولكسي جروموف في مؤتمر صحفي أن القوات استعادت قريتين حول مدينة سلوفيانسك الشرق البلاد لكنها تراجعت إلى ضواحي بلدة أفد يافكا بعدما أكبرت على التخلي عن منجم فحم ما يعتبر موقعا دفاعيا رئيسيا وأفد المسؤول العسكري الأوكراني بأن روسيا قد تشن هجوما في منطقة كيرسونغ بجنوب أوكرانيا في محاولة لاستعادة الزخم في الحرب بعد تعزيز قواتها هناك نفت وزارة الخارجية الروسية منقلة صحيفة نيويورك تايمز بأن روسيا فرضت حصارا غذائيا من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية وصفة هذه البيانات بأنها غير صحيحة وقالت الخارجية الروسية أن البيانات التي تم نشرها في المقال عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا غير دقيقة وأشرت إلى عدم صحة تأكيد بأن موسكو فرضت حصارا غذائيا مبينة أن الموانئ والشواطئ ومنطقة البحر الأسود كانت تأمل غما من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لافتة في الوقت ذاته إلى وجود مبالغة في تقدير دور صادرات الحبوب من أوكرانيا بشكل متعمد في بعض الأحيان ترجمة نانسي قنقر حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جاتراش من أن التوقعات الاقتصادية العالمية محفوفة بالمخاطر وسط أزمة غير مسبوقة يمر بها العالم مع تزايد فرص حدوث كارثة مناخية ومواجهات نووية وأشارت أو عفوا أشار جاتراش إلى أن أربعة دول قد تخلفت بالفعل عن سداد ديونها في الوقت الذي تواجه في العديد من الدول الأخرى مخاطر التخلف عن السداد لافتا إلى أن التمويل من أجل التنمية أخذ فيل النضوب أو يتم تحويله إلى مكان آخر ارتفعت نسبة إنعدام الأمن الغذائي بالولايات المتحدة في ظل استمرار أزمات ارتفاع أسعار المساكن والغاز والمواد الغذائية جراء الأزمة الأوكرانية والمزيد في هذا التقرير حتى في أكبر اقتصاد في العالم تتزايد نسبة عدم الأمن الغذائي بالولايات المتحدة في ظل استمرار أزمات ارتفاع أسعار المساكن والغاز والمواد الغذائية جراء الأزمة الأوكرانية بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة أظهرت أنه في الشهر الماضي لم يكن لدى 25 مليون أمريكي بالغ ما يكفي من الطعام لمدة أسبوع ليصبح هذا الرقم هو الأكبر منذ عام 2020 عندما استمر وباء كورونا في خسائر اقتصادية كبيرة بينما كان معدل البطالة في الولايات المتحدة ضعف ما هو عليه الآن بدوره كشف المعهد الحضري الأمريكي أن مؤشرا عدم الأمن الغذائي ارتفع مرة أخرى إلى نفس المستوى تقريبا في شهري يونيو ويوليو الماضيين مثل ما وصل في مارس وأبريل 2020 بعد انخفاضه في عام 2021 المعهد أشار إلى أن واحدا من كل خمسة أمريكيين مشاركين في استطلاع شمل 9494 شخصا كشفا عن تعرضهم لنعدام الأمن الغذائي خلال شهر كامل أما شركة فيدنج أمريكا والتي تعد أكبر شبكة لبنوك الطعام في الولايات المتحدة فقد أفدت بأن 65% من المنظمات الأعضاء التي شملها الاستطلاع أبلغت عن زيادة في عدد الأشخاص الذين تم خدمتهم من مايو إلى يونيو الماضي في الوقت نفسه انخفضت التبرعات النقدية إذ انخفضت عائدات المكتب الوطني الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 107 ملايين دولار من 151 مليون دولار في الماضي في وقت قرر بنك إنجلتران المركزي رفع معدلات الفائدة توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا 13% في وقت لاحق من العام الحالي بينما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن زيادة نعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة يتعلق بالتضخم الذي بلغ 9.1% في يونيو الماضي وفي المقابل أكد مكتب الإحصاء الروسي أن أسعار المستهلكين هبطت لرابع أسبوع على التوالي وذلك مع تباطئ وطيرة النمو أو نمو الأسعار بفعل ارتفاع قيمة الروبل على مدار الأشهر القليلة الماضية وأيضا هبوط في طلب المستهلكين المزيد في هذا العرض مع الزميلة لما جبريل أهلنا بحضراتكم تابعات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تضرب الاقتصادات العالمية التي باتت تعاني من ارتفاع معدل التضخم فضلا عن ارتفاع الأسعار وتذبد بسعر العملة المحلية وفي ظل السعي إلى السيطرة على التضخم قرر بنك ونجلترال مركزي رفع معدلات الفائدة بقيمة نصف بالمئة لتصل إلى 1.75% في أكبر زيادة منذ 27 عام الزيادة الحالية هي السادسة على التوالي كما توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في بريطانيا 13% في وقت لاحق من العام الحالي عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام صحيفة The Guardian البريطانية نقلت عن الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم بأن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 15% بحلول بداية عام 2023 مضيفة أن زيادات الحادة في أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وأضحت الصحيفة البريطانية أن لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا قالت في يونيو الماضي أنها تتوقع أن يصل التضخم البريطاني إلى ذروته في أكتوبر المقبل على جانب آخر استبعد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية منيابلوس الأمريكية خفض أسعار الفائدة في العام المقبل مؤكدا أن السيناريو الأكثر ترقيحا هو مواصلة رفعها لحين تباطئ التضخم كما قال أن بعض الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل مضيفا أن هذا السيناريو غير مرجح بشكل كبير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت أن زيادة انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة يتعلق بالتضخم الذي بلغت 9.1% في يونيو الماضي وأضفت الصحيفة أن تكلفة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 10.4% عن العام السابق لتصبح أكبر زيادة منذ عام 1981 كما أوضحت أن بنوك طعام الأمريكية تحاول تلبية الاحتياجات أثناء التعامل مع انخفاض التبرعات حيث أظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة أنه لم يكن لدى 25 مليون أمريكي ما يكفي من الطعام لمدة أسبوع على الأقل في الشهر الماضي في المقابل أكد مكتب الإحصاء الروسي عن أسعار المستهلكين هبطت لرابع أسبوع على توالي وذلك مع طباط وطيرة نمو الأسعار بفعل ارتفاع قيمة روبل على مدار الأشهر القليلة الماضية وهبوط في طلب المستهلكين هذا وأوضح المكتب أن مؤشر التضخم تراجع بنسبة 14 من 100% على مدار الأسبوع حتى أول أغسطس الجاري بعد انخفاضه بنحو 8 من 100% في الأسبوع السابق له وظل التضخم مستقرا على أساس سنوي عند مستوى 15.30% وفقا لوزارة الاقتصاد مشاهدين الإكرام كان هذا عرضا حول تأثير التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على مؤشرات التضخم بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وفي بريطانيا عقد المرشحان لزعمة حزب المحافظين لستراس وريشي سوناك المناظرة التلفزيونية الثانية وخلال المناظرة تعهدت تراس بتوفير فرص عمل حال فوزها في الانتخابات بزعمة المحافظين فضلا عن توفير الأموال اللازمة للرعاية الصحية في بريطانيا وأعربت تراس عن تطلعها لوجود جيل جديد من الأعضاء الشباب في حزب المحافظين أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنه لا توجد لديه أي معلومات عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتن وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي يخطط ليتصل ببوتن لمناقشة استعادة الأمريكيين بول ويلين وبريتني جراينر المحكوم عليهم بالسجن في روسيا وقال إن بايدن على قناعة بأن المقترح الذي طرحته يعتبر جديا داعي موسكو إلى قبوله أكدت الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية عدم وجود أي ضحايا في إطلاق نار حدث في أكبر مركز تسوق بالولاية وقالت الشرطة في بيان إن اتخذت إجراءات عدة لتطويق المركز التجاري مبينة أن البحث جاريا عن مشتبه به في إطلاق نار تسببت العواصف في حدوث فيضانات في مدن في أريزونا ونيفادا بأمريكا وتسببت العواصف الموسمية في هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية في مطار سكاي هاربر الدولية وأيضا إغراق العديد من الطرق السريعة قال مشؤول بالشرطة التايلندية إن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 40 آخرون في حريق نشب بملها ليلي جنوب شرق العاصمة بانكوك وقالت الشرطة إن المعلومات تفيد حتى الآن بأن جميع الضحايا تايلانديون مبينة أن فرق الإطفاء تعمل على إخمض الحريق وحصر أعداد الضحايا بدقة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة تقصح الرطب نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحرية شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة انتهت النشرة والآن تذكرة بأهم العنوين الرئيس السيسي يوجه ببلورة حزمة تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل فلوسي تؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بعزل تايوان والصين تؤكد أنها ستدافع عن سيادتها روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا وزيلانسكي يؤكد أن الطريق إلى المفاوضات سيكون طويلا ودمويا لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستوري أو جوجل بلاي أو من خلال الكيور كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم شروق أجدي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة